السلام عليكم إخوادي الغاليات adesso نريكم هذا الفيديو في أحسنا الأحوال اليوم إن شاء الله سنقدم لكم هذا المطلوع تالبيترا위 Sachen يعني نزولا عند الطلب نطلقهم مطلوع gefragt what she needs just namedrip abat يعني كانتبط Cavalic 한� speroo, إلتونا كم مطلوع أمراح 장إفطة 孽 هو كهالك طلب إليك في When Kimhetwhare You quick in his flour over your view بلغر بالتعكم اللي عندكم في الدار سواء صغير ولا كبير تشوفوا معايا الطريقة يعني وتشوفوا معايا تسهيلات بربي ان شاء الله تعجبكم لكن قبل ما ابدأوا لأول مرة تشوف قناتي تشتركوا ودفع جرس بشوص لا دائما جديد القناة ودعموني بالضغط على زر اللايك بشي تلع الفيديو وشوفوا اكبر عدد ممكن من الناس بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عندي هنا خواتتي كما راكم تشوفوا سميد البركة متوسط اعتبروا يعني ارتب يعني اسميد البركة المتوسط ويعتبر ارتب اذا غربي لاني نحي منه ما انباسي سميد هذهいつو قبل قبل ما انسمد هذا متوسط شوية Song wicked اذا كيلوا في الكاس هذا هي كيلو انت سميد يعني كيلو قد قد سميد اذا كيلو بها foremost مع tässä MK عندي ملعقة ونصف من الخميرة الجافة وعندي ايضا ملعقة وتنصف من من السكر وعندي ملعقة كبيرة ومشي ممسوحة خلاص ومسح شوية يعني نقصة وعندي السنوج خلط كل شي مع بعضهم كما راكم تشوفوا رح ونحطهم في البيترا هنا تبعوا معي مليح الطريقة كيف راح ندير راح نحطوا الهنايا كما راكم تشوفوا نحل عليه يعني اعلان كما يقولوا نحن السرعة رقم ثنين انا يا بيترا نتاعي يعني فيها السرعة واحد واحد ونصف ثنين هكا نديرها ثنين نديرها في الثنين ونبدأ ونبدأ نخدمها راح ندير هنا يا 6 كقوس يعني بنسبة ل 6 كقوس نتعل السميد راح نديرهم اللي هما كيلو تع سميد راح نديرهم 3 كقوس نتعل ما وما مجتكم طريقة يا ابنت مبعد راو عندنا اضافة راح نزيدوهم ما مجتكم طريقة متخافوش نديرهم ثلاث كقوس مباشرة على الماء سواء سميد نتاعك يشرب او لا يشرب اذا كان سميد نتاعك يشرب الماء وتأتيك ثلاث كقوس قد قد واذا ما يشرب الماء يعني ويأتيك طريق شوية بعد راح نزيدوهم مغرفة لازوج تعفارينة فقط يعني انا ديما هكا ندير لاختر البيترا متحبش العجين يكون يا بس لازم العجين يكون طريق انا نحب نديرها ثلاث كقوس قد قد ساعات سميد ما يحتاج ان نزيدو ساعات سميد يعني يحتاج ان نزيدو نزوج مغرفة تعفارينة ودرت لها وحده علبة ياغورت طابعي يعني هاذ الياغورت طابعي يعني كما نقولوا هنا قطنية هكا حكم الهنا اطلبت السرعة رقم ثلاثة ورجعتها في سرعة رقم ثلاثة وبدأت نعجن فيها قليتها سبعة دقائق وهي تعجن يعني أن تحسبوا لها سبعة دقائق قد قد شوفوا هنا رجعتها رقم ثلاثة وخليتها سبعة دقائق وهي تعجن بعد سبع دقائق لا يتشوفوا معي كيف إلا العجين شوفوا ليه ا textures ينرى يبسا من الوجين كما هيكا لديه طريه البنات لديه ما زال طريه شوية زجمغار في بركة عفارينة يعني جا طريه بزاف قمتلكم كين سميد كما سميد لي قبل هذا كنت كما نديله ثلاث كؤوس يجيني قد قد هذك هو مجيني شليين بزاف بالعكس يعني ساعة يحتاج اني نزيد له شوية كما نقوله احنا نتعلمه وبصح هذا سميد البراكة يعني ما يشربش بزاف نزيد له زجمغار في بركة عفارينة ونخليهم قسمة يعني هكاك حوالي دقيقة بركة قسمة يتلمني العجين وخلاص يعني نحبس العجين تعلى البيتران ونخليه يطلع دوك تشوفوا معايا يعني في المرحلة هذي نخليه يطلع هنا بعد في هذا الاناء اللي خاص بالبيتران بعد ماني راح نحيه مولوع لخطرا بعد راح نكسره وطلوعه الهنايا هنا مسحت هذك لأرط طبيعلي كان ساحلي فوق هذا البروش مهم يا البنات اللي هنا هاي جاتني العجينة قد قد يعني راح نخليها تطلع مدة هكا حوالي عشرين دقيقة خمس وعشرين دقيقة حسب الجو تاعكم تعلم المطبخ اذا كان يعني جو ساخن ولا بارد هنا شوفوا بعد ما طلعت ارود ضعف الحجم تاحا هنا راح نزيد ثلاث مغارف كبار ندع الزيت وتحبوا تديروا زبدة يكون افضل اذا عندكم مارغارين ديروا المارغارين خير لانه المارغارين ينتمد طروه اكثر حتى هي للعجين يعني خير من الزيت هكا راح نحل البيتران قسمة كما نقول وحنا نضيقها زيوها برك وفي نفس الوقت راح تدخل فيها هذيك الزيت من با دقيقة واحدة برك ونحبسو هكا وخلاص كنتكملت هنا العجين تاعي وفرت نفس الطريقة هذي تقدروا تديروها باليد ومسح باليد يعني يضيفوا الماب شوية مش كما البيتران انا بصراحة اقول لكم العجين تاعيكين على جنوب اليد يجينا اخر متاع بيتران وخلاص الهنا بما انها طريقة هذي الخطوة نتاع سميد انا بصراحة منشتيش هذي الخطوة تاع سميد اني نديرها كاف سميد ونبعن نطيبها احنا يعني في شوية ولا في بسكلة هنا نطيبوها يعني هكا سامبل نطيبوها بلا سميد بس هيكي جاتني مطلوقة بزيف درت لها هذي السميد هكا عقبتها كامل في السميد ويعني جات مليحة وطرية وذلك نقول لكم طريقة كفه تبقى لكم طرية وما تبسلكمش ملفو درت لهم هكا كامل يعني عقبتهم على سميد عادي ومبعد ثم ثم نخبزهم خبزهم غير شوية برك يدروا لكم 6 خبزات هكا صغار ما همش كبار بزيف انا درتهم بالعاني قدل الغربال تاعي باش مدلكم طريقات على الغربال باش اللي يعني تحير في الكسرة كيفاش ولا المطلوع كيفاش يعني تلوحوا في الطاجين يعني درت لكم هذي الطريقة بالعاني درتهم قدل الغربال قد قدل وانتو ما حسب الغربال اللي عندكم في الدار اذا حبيتوا تديروا هذي الطريقات على الغربال ستساعدكم يعني في الهزان تع المطلوع تاعكم باش ما يفسدلكمش هنا بعد ما طلعت يا البنات يعني ما نخليهاش يعني فترة طويلة من بعشر دقيقين يعني غير ما كملت خبزتهم برك وحتحت طاجين تاعي قيس ما سخون طاجين برك جيت راح نلوح الكسرة تاعي باش طيب نحن نقول كسرة خميرة على بها قاعد نقول كسرة 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 شوفوا كفاه الزيتها بالغربال يعني طريقة سهلة جدا ومن الاحسن تبعدوهم على بعضهم مش ما سركم مش كما انا يعني يعني متشوهتش هذي كلي بحذها يعني قادت هي هي مصح يعني مش تفادوا انه يطلب زلكمو ولا حاجة بعدوهم على بعضهم مش جيكم بطريقة سهلة ولا كل واحدة دلوا لها المنديل تحوحدها وشوفوا كفاهي سهلة لكم الغربال يعني تلوحوها بطريقة سهلة جدا وتخليوها الطيب تبقى وتحرفوا فيها هنا كنت طيبت وحدة على خاطر انا كنصور لكم انها كيفاش نهز بالغربال ما نقدرش نعاود نجي ونصور لكم ان نصور وحدة نطيبها بعد نعطي لكم طريقة طيب وحدة فهمتوني ذوكا هناك يتكملوا تحوشي و الكسرة تاعكم تحوشي وعال الحواشي كما شفتوني درت لها تحكموا اديروها في منديلة خاصة هذي اللي نديروها في السميد ونطيبوها يتبس مباعد في القشرة تحتية بس بزف ما نديروها في منديلة خاصة هذي اللي نبس بها واذا راح تخليوها الصباح دروها في منديلة وزدوها في كيس بلاستيكي ولا في بورتمونجي ولا في البانيو اللي تحطوا فيه انتم مع الكسرة مهموا يعني وطيبوهم كامل بهذه الطريقة يعني تبقى وتحرفوا فيها الكسرة تحرفوا حتى نطيب لكم هكا حمرة ومليحة ما تطيبش محروقا بزف يعني ما تحمروها بزف ونكملوهم كامل بنفس الطريقة كيما هكا وراح نعطي لكم خواتاتي يعني طريقة كيفا تديرو بيدكم برك يعني اذا ما عندكش غربال في الدار ولا ما عندكش ورق الزبدة تقديري غير بيدك وشي هو المبتدئات راني دائما ننصحكم ونقول لكم يعني لي التعلم جديد يعني كيما اللي راح يتزوجوا ولا ما زالوا ما تزوجوا شو طالع الجامعة يعني تحب كيما نقولو احنا راح طيب وحدها المهم يعني راح ديري هالطريقة دائما نقول لكم ديروهم صغار ديرو مطلوعاتكم صغار بش يساعدوكم وما يغلبوكمش يعني وتحكموا فيهم انتوما ما يتحكموش فيكم هما وهذا هي نتيجة اخواتي بالنسبة لمطلوعة عنها اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم شوفوا كيفا يجي يعني خفيف ومفش ما شاء الله يعني الصورة دائما ما يجي كيما الحقيقة راح يجيكم ما شاء الله شوفوا واش اللبزه كامل يرجع كيما كان ويجي فيه العيون يعني يجي خفيف هايل يعني بالنسبة لمطلوع بسيط جدا وتخدميه فيه ساعة يعني تعكل اليوم وما فيش اضافات بزاف دانالو غير هذيك الياورت الطبيعي على جل بهيجينا تري شوية وهذا هي يا البنات تشوفوا كيفا يجي نتمنى تكون عجبتكم هاذ النتيجة وهذا المطلوع وتسيواه متنسوش تدعموني بتعليقاتكم الجميلة وباعجاباتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته